اه خلونا نبدي هسا ان شاء الله بالبارت السادس اللي هو يتكلم عن المودل اوكزلاريز الافعال المثاعدة اللي هي افعال الناقصة الافعال بهذا الفصل راح نتكلم عن استخدام الافعال الناقصة والى اخره من هذه الامر نبدأ الان بالدرس طبعا هو مرقم 12 يعني درس اللي هذا الترتيب حسب الكتاب يعني هو البرت السادس راح نبدي اولا بفنيا بوينت واحد اللي هو الادفايس او اللي يسمونها الادفايسبولتي يعني النصيحة او عملية اعطاء النصيحة طيب زين لاعطاء النصيحة احنا نستخدم بعض الافعال المساعدة طبعا هاي بالبداية امثلة هذا نظام الكتاب اعتقد صار مألوف انه نظام الكتاب بالبداية عندي هنا الامثلة بعدين راح ناخذ الملاحظات طيب راح نجي يقول هنا هاي الملاحظات المهمة نحاول نكتب هاي الملاحظات ندونها يقول موديلز شود اند اوت تو ايضا اكس بيهن ذولة اكس برس ادفيزا بيليتي When giving advice, the speaker is expressing an opinion as to what to do or what not to do When I say you should study hard, you should not smoke, you should not smoke, you should not stop, you should not stop So it's a good thing, whether it's a good thing, whether it's a good thing or a good thing So we've used the should and the out tool, let's show you the answer to the answer The models should and out tool are similar in meaning but out tool is less common So we've used the answer to the answer to the answer The answer to the answer is a good thing And it's rarely used in negative and question form To make a statement about an event in a process If we want to write a sentence, we can write a sentence for an event that can be used for an event Or an event that can be used for an event So we can use the should and out tool to be and present participant It's not only the answer to what we'd like, it is always a good thing In the answer to the answer is a good thing We're going to use the answer to the answer for an event that can be used for an event So it's very easy to use Let's try to use the answer of these things Let's try to step into the answer Indirect speech number 4 Indirect speech number 4 In the verb language language Should and does not change In the verb language language Should and does not change تبقى مثل ما هي تبقى مثل ما هي The direct speech should does not change من أقول you should go home and rest هاي جملة مبني للمعلوم إذا أردت أسويها مبني للمجهول أقول she told me that I should go home and rest إذن مبني للمجهول والمبني للمعلوم هي نفس الاستخدام أو نفس الشكل ما تتغير بينما أنا لو عندي مثلا أفعال مساعدة أخرى لربما تتغير ولكن الشود لا تتغير هاي ملاحظة يجب التركيز والانتفاه عليه الآن نأتي على المورال أبليغيشن طبعا المورال أبليغيشن هو أيضا إجبار إجبار ولكنه يعني إيجابي يعني هو يشبه النصيحة المورال أبليغيشن المورال أبليغيشن المورال أبليغيشن المورال أبليغيشن هل يوجد عباد وغير جيد يعني نعمله أو فد شيء غير جيد يجب أن لا نعمله يعني فد شيء يعني مع الأخلاق مرتبط بالأخلاق وإلى آخره يقول كل مجتمع يجب أن يأخذ المجتمع من المجتمع يجب أن كل كل مجتمع يهتم أو يعتني بمواطنيه إذن هذا شنوه هذا يعني خلينا نقول عليه هو إجبار بنية النصيح إنه أيضا فيه إجبار ولكنه يعني هو أيضا فيه نصيحة ولكنه إلزامي يعني شيء ضروري جدا يجب أن نعمله مو مثل نصيحة أنا أعمله أنصحك التويس سواء إن عملتها أو ما عملت ما رح يسوى هذا الشيء ولا رح يقدم ولا رح يفضل خلينا نقول نصيحة ألزامية خلينا نقول نصيحة ألزامية حتى لو كانت في النفي لو قلنا people shouldn't ignore the senior citizens in their midst لا يجبوا على الناس إهمال أو تجاهل مواطنيهم طيب هسنا راح نجعل الضرورة طبعا للضرورة هنالك فعلين مساعدين نستخدمهما في حالة الضرورة الان عندي must وعندي have to must وhave to هذين الاثنين نستخدمهم غالبا في غالب الامر مع الضرورة my grandmother must take several kinds of medicines يتوجب على وجدتي تناول انواعا مختلفة او عديدة من العلاج اذا هذه ضرورة هذه ليست نصيحة هل هذه نصيحة هل هذه نصيحة ام هي ضرورة هذه ليست نصيحة هذه ضرورة لانه النصيحة انا انصحك تسويها سواء عملتها او ما عملت الموضوع لك بس هذه ضرورة يعني هذه ليست نصيحة هذه ضرورة ضروري كلش انه الجدة تاخذ علاج لانه هذا علاج طيب ما يقر طبعا اللي must طبعا من اقول have to سواء اذا قلت have to او has to نفس الشي او have to ان الزمن ما لعلاقة ما لعب دور بهذه الامور لان احنا مدى نهتم بالمعنى مدى نهتم بالزمن سواء اذا قلت have او has او had الزمن ما لعلاقة المعنى هو اللي لعلاقة طيب راح نجحة على المصد طبعا المصد والهافتو نفس الاستخدام ها المصد هنا والهافتو نفس الاستخدام اثنين الضرورة طيب نجحس عليه the absence of necessity اقول i don't have to visit my grandmother often الان هذه تسمى عدم الضرورة عدم الضرورة شيء غير ضروري i don't have to visit my grandmother often لا يتوجب علي زيارة جدتي عادة او غالبا شيء مو ضروري يعني مو جدا ضروري my grandmother will not have to take taxi to the doctor office because i am going to take her جدتي ما يحتاج تاخذ تكسي تروح لمكتب الطبيب او العيادة الطبيب ليش لانو انا اصلا راح اخذه الموضوع مو ضروري شيء زايد ما يقول ما يحتاج انا ازور جدتي كل شيء هو اي انا احب انو اقضي الوقت اياها دائما ما يحتاج اروح ازورها بالعكس انا اصلا انا 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 شيء عدم الضرورة مثلا there are car هناك there are petrol in the car هناك petrol اكو بنزين بالسيارة I don't have to go to the station to the patrol station والله عندي سيارة بالبنزين سيارة لا يحتاج اروح للمحطة اللي اشل اصلا عندي لانه اصلا انا عند طبعا ملاحظات the model must is used to express necessity المودل must يستخدم للتعبير الضرورة هذا خذنا نقبل الهاف تو كذلك المست والهاف تو لن كل نفس الشي هاف تو لس مور كم ملاحظة الهاف تو دائما شوية يستخدمون ها باللهجة الامريكية يستخدمون هوية اللهجة الامريكية تقوم أربعة يقول be careful not to confuse should to and must to implies there is a choice you have to implies لابعة لابعة بنات اخوان في شكل عام بشكل عام العدوات متشابه ولكن اللي يحدد الفرق المعنى اللي حدد الفرق المعنى المعنى هو اللي حدد لي الفرق طيب اهس رح نخذ مثل ونشوف يقول don't have to not must not express a lack of necessity يقول don't have to تستخدم مع الشيء الغير ضروري شيء الغير ضروري مثال عذلك we don't have to do any homework because the teacher is absent المدرس رح يكون غايب خلال هذا الأسبوع على سبيل المثال لذلك احنا ما يحتاج لعدواجب شن عدواجب هو الاستر أصلاً غايب we must not do any المصد المصد احنا قلنا عليها تختلف عن العدم الضروري فالآن الاستخدام الأول العدم الضروري صحيح don't have to هو صحيح ليش لشيء مهم المصد لا المصد لو رجعنا على المصد لما ناخذناها بالبداية أول ما أخذناها قلنا ويا نصيح الآن أنا ما عندي نصيح أنا مصد أو مع الشيء الضروري يس ضروري عفو إذن هنا بهذا جملتي have to شيء مو مهم دائما الشيء مو مهم المدرس رح يكون غائب إحنا ما يحتاج ندرس السيارة بها بنزين ما يحتاج حط لها بنزين أنا رح أخذ جدتي ما يحتاج أخذ تروحية إذن هذه كلها رح نستخدم لها don't have to ما يصر اختن لها مصد ما يصر مصد شوية استخدامها جامد بصراحة معاقلكم شون يعني جامد شوف يقول you mustn't eat or drink in the language lab دير بالك تأكل أو تشرب بمختبر اللغات شوف يعني شون هذا به جبار دائما أخوان المصد تستخدم مع النصيح القصوى ومع إجبار ومع الشيء اللي جدا مهم وخطر هاي دائما ضرورة إجبار فشيء جدا مهم لما الأستاذ ينزل القرار من التربية لما الوزارة تنزل القرار الشرطة لما ينطي أمور هذي دائما نستخدم إياها المصد أو مصند فيتش أما الشيء الغير ضروري فما يحتاج أجل استخدم المصد فيتش يعني لو جينا على جملة had to not to must express necessity in the past when I was in the army I had to obey all the regulations when I was in the army I must obey طبعا المصد تستخدم مع المضارع والمصد ليس لها ماضي نحاول نكتبها ملاحظة لا يوجد للمصد ماضي وإنما تتحول إلى had to وإنما تتحول إلى had to يعني المصد ما كبه الماضي استخدامها بالماضي ما يصر أسا هو قال I was الماضي في الجملة ماضي مستحيل أقدر أستخدم الواز مع المصد فلازم أقول I had to يعني بديل المصد وبالماضي هي had to يعني إذا أريدت أستخدم في الجملة للتعبير عن الماضي أو للتعبير عن الإجبار في الماضي فلازم أستخدم ال had to ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل الآن إلى هذا التمرين هذا التمرين الوسيط وحلو يقول complete each dialogue with a correct form if have to and verb and a verb from the books add not where necessary بهذه الجملة طبعا إحنا المطلوب من عندنا في هذه الجملة المطلوب من عندنا حسب الجملة نستخدم هل هو have to أو don't have to وفق الجملة أو مرة doesn't have to حتى إذا كان ذلك ونستخدم مع هذه الفعل يعني مثلا lazily you must you missed you missed the party أنت لم تحضر أو فوتت الحفلة I know أنا أعرف I'm sorry أنا آسف but I late هنا يقول أنا آسف I don't have to come late إذن هنا رح يصير الحل I don't have to come late لم يتوجب علي القدم متأخرا I don't have to come late these flowers are for you هذه الأزهار هي لك they are beautiful but you know you know أنت تعرف you anything يعني أنت لا يجب أن تحضر شيئا then you don't have to bring anything you don't have to bring anything طبعا أكيد من خلال المعنى من خلال المعنى وهذا طبعا بالنسبة لهذا التمرين أعتقد التمرين المصعب وإذا أي سؤال أو أي نقطة بتخص هذا تمرين صعبة فانح هذا التمرين الثاني يقول complete the sentences using should or must and some sentences both should and must are possible يقول هذه الجمل اللي عندنا يقول استخدم لو should لو must وبعض الأحيان الجملتين نفس شي صح يعني سواء الاستخدم تشد أو المصح فنحن نقرأ الجمل ونشوف المعنى هل المعنى يتطلب should نصيحة أو ضرورة فنختار على هذا الأساس طيب يقول أب الأب take care of his family الأب هل هي must أم should should يقول الأب should take care of his family لازم نختار should ليش ليش ما استخدمنا must الآن هو لا يوجد قرار ولا يوجد شيء فيه إجبار بل الجملة يقول بيها هو يعني مثل نصيحة الأب يجب أن يعتني بعائلته شلون السوسايتي المجتمع should take care المجتمع يجب أن يهتم بمواطنيه فهذه مثل النصيحة هذه مثل النصيحة رقم اثنين يقول parents الأباء teach their children right from wrong الآن هذه الجملة هذه ليست نصيحة يجب هل هي إجبار must بها قوة لو should نصيحة يعلمون أبناهم الصحة من الغلط تعليم الأبن الصحة من الغلط هذا ما بي ما بي خلينا نقول دائما ما بي مرحميني يعني ابنك لازم تعلمه وكأنه شيء إجباري يعني مو should يعني هل للأب الحق بأن يعلم الأبن الصحة من الغلط له مو حق فه مو الحق بس أنا ممكن أهتم بأبنائي أو ما أهتم بهم هذه نصيحة ولكن الجملة الثانية هذه must الآباء لازم يعرفون يعلمون أبناهم الصحة من الخطأ لأن هذا الموضوع لا يقبل الغلط يعني إذا ما علمت ابنك صح باتسر ابنك يقتل له شخص آخر وهنا أنت أسهمت في دمار المجتمع فهذا إجبار هنا must أعتقد لو استخدمنا have to بس هو هنا ما قيل have to ما يستر استخدم فلازم استخدم بالشد أو must حسب السؤال لأنه السؤال محدد لي رقم ثلاثة سيلفيا visit grand mother more often يتوجب على سيلفيا هل هي must or should visit تجب أن تزور grand mother يعني جدتها هنا الاختيار رح يكون should لأنه نصيحة موضوع موضوع ما بي إجبار يعني ما بي إجبار رقم أربعة طلابنا الأعزاء أخواني يعني هسا تسمعوني خليكم ميايب شغلة هي شغلة بها رقم أو بها فد شيء محدد هاي لازم مصد يقول لازم يكون عمرك 18 سنة قبل لا تصوت الانتخابات إذن هذا إجبار مم كيفك هذا مم مزاجك أنت والله شو تنصح هذا منصح هذا ما يقبل غلط غصبا مما عليك اللي يصير عمرك 18 سنة يلا تنتخب إذن الموضوع ما يتحمل غلط ما يتحمل اثنين ما يتحمل هي واحدة من الاثنين شو ما قلنا لو صح لو غلط فإذن الموضوع هنا إجباري أن يكون مصد إجباري فرح نختار مصد فهي فكرة فنفس الحالة بقية التمرينات خمسة إذا لم تشعر بجد يجب أن تستلقي هنا نصيحة إذا ما تلعس نفسك يفزين يجب 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 معناها يستلقي يعني مدد إذا تريد يصير قانون يجب تروح إلى كلية القانون هذا الموضوع مو نصيح هذا you must you must يجب سبعة if you boil water if you want to make tea you should boil water أنت يجب تنصح أنه يحمل مي حتى يسوي شاي طيب وإذا مصد أعتقد صحيح سواء إذا مصد أو سواء إذا should ثمانية you read this book it's great هذا مو جبار تلازم تقرأ هذا الكتاب هذا الكتاب راقي إذن هذا يشد أنا أنصحك يعني ما بيه جبار يعني سواء إذا قريت أو ما قريت الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية يجب لازم يكون عندهم فيزا مستحيل تقدر تروح لأمريكا بدون فيزا وقال الدول الأجنبية طبعا محد يعني قصدة البلدان التي خلينا نقول ليست مجاورة أو ليست هي تابعة للولايات الأمريكية نفسها فأكيد يعني دول مثل العراق مثل دول الآخر لازم تأخذ إياها فيزا What might an English instructor ترى his student هذا يعني يقول ماذا يقول لطلابك يمك a sentence you should or don't have to يقول استخدم لي جملة تحط لبيها shouldn't or don't have to هنا يؤمن your books during the test فتح الكتاب خلال الصف I don't have to I have to I have to I must not open your book you sorry you mustn't open your books لا يتوجب عليك لأن هذا امتحان يعني موضوع خطير you mustn't لأن إذا فتحت راح تترسب يعني راح تكتب عليك غش رقم 2 do every exercise in the book you should do every exercise in the book أو عفوا you don't you should or don't نفس الشيء ما 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 راح يكون أكون فارق هذا الموضوع يعني يكون نسبي مثلا مثلا arrive late to class أن تصل متأخرا you don't have to يجب عليك أن تصل متأخرا أو إذا استخدمنا shouldn't أيضا صحيحات أكيد حسب المعنى أكيد حسب المعنى هنا ما قد فرق كبير بالجملة interrupt each other قاطع الآخرين هنا you shouldn't interrupt each other لا ما يصير يعني قاطع الآخرين طيب تمرين الرابع والخامس هذا أنت وزميلك لازم تعملهم بالصف الموضوع هذا ما غير مهم ما راح يجي كيد شي أنت وزميلك ناقش فوائد والمضار الوظائف التالية عندك وظائف يقول ناقش الوظيفة هي جراح استاذ جامعي سياسي بوليس اوفيس ضابط شرطة رجل مبيعات اللي هو المندو سائف تاكسي وإلى آخر هي يقول هذا هاي شغلات ما تجي راح تجي جملة وراح يقول لك يا هاي جملة سوي لياها سواء شود أو لآخر هي من هذه الأمم باست ريجريت آني تمارين المهم قاعد حل تمارين المهمة قاعدة حلها وقل لكم عليها ودائما هي اللي تجي بالانتحانات دائما يعني الأشياء اللي أقل لك عليها هي مهمة الأشياء اللي ما أقل لك عليها لا تقراها مو مهمة والتوفيق إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى هاي سوف نحن نجو على الندم والانتقاد كيف تعمل تتندم وكيف تنتقد باللغة الإنجليزية باستخدام الأفعال الناقصة يقول طب أنا أولي الأمثلة نحن نروح نأخذ الملاحظات بشكل مباشر موسيقى